كامتازيا 7 برنامج تسجيل الشاشة وتعديل ملفات الفيديو حتى لو كنت مش مهتمة بموضوع تسجيل الشاشة البرنامج ده ممكن تعمل بيه فيديو ادتينج بكل سهولة فاتعالوا نتعرف مع بعض على البرنامج ده كده ببساطة البرنامج ده في عندي ثلاثة اماكن اساسية انا هتعامل معي النفاذة دي اللي بشوف عاملة زي الماديا بلاير كده بشوف منها الفيديو اللي انا شغال عليه وملفات المشاريع بتاعك بابل ويندو ده ودي بتبقى التول بقى اللي انا بتعامل معها وهنا في بعض التولز التانية اللي بقدر اتوصلها عشان هو مشاهدة يبطل كل التولز قدامي فانا حبيت بس اسمهلكو كده قبل ما نخش على الشاشة بتاعة البرنامج وهي توقف الفيديو كده عشرة ثواني وتبص للشاشة دي على اساس لما نفتح شاشة البرنامج ما تبقاش غلصة من بالك اول خطوة هنتكلم عليها هي كيفية اضافة الملفات لان اشغال عليه فبكل بساطة انت هتعمل ده وهتنزل كل الملفات اللي انت عايزة هنا طيب انا دلوقتي لو دوست على ده ضبر كليك ممكن اشغله اه بتاع الماديا بطيرة الصغيرة ده اللي هو فتحولنا طيب لو انا عايز ابدأ اعدل على الفيديو ده اعمل عليه وايض كليك واقول له يا اما هسحبه وانزل به هنا اي من الاسلوبين لو اتبعته عادي وانا هبدأ اول حاجة اعملها ان انا عايز اوطي صوت الفيديو ده عشان طول ما انا شغال معاه ما يلغوش على الكلام اللي انا بقوله لك فانا واقف معلم عليه اهو وهقف على اوديو هتلاقي هنا في عندك حاجات كتير قوي مش مهم ان ناخد منها اي حاجة غير دلوقتي غير وفوليوم اوب وفوليوم داون انا قلتهم بالعجس على الفيديو اوب وفوليوم داون فانا لو دوست على فوليوم داون هنا هبدأ اوطي في الصوت يا اما ممكن اطلع وانزل به من خلال ده بس هو ده مش هيديني كل اللي انا عايزه لان انا لو طلقت بدا لغاية الاخر مش هقدر على عن كده ولكن من هنا من خلال بوليوم اوب ممكن اعلى عن كده كمان فيبقى الصوت هنا فضيع اخد بالك ان انت كل ما طلقت بالصوت بقى الحدود اللي هو اعملها لك بقى الصوت ملاروش معي شوفت طبعا الفزاعة اللي طلعت طيب انا دلوقتي عايز اوطي الكلام ده او عايز اقلله خالص فهدوس بوليوم داون واحد عايز يلغي الصوت خالص من الفيديو بتاعه قالك اعلم على المكان انت عايز تغطي فيه الصوت ودوس سايلنس لو دوست سايلنس هتلاقي ما بقش فيه صوت خالص وبدلوقتي لو شغلت الفيديو ما موقف اي حتة ما فيش اي صوت فيه طيب انا عايز اجعل خطوة دي مش عايز الغي الصوت خالص فممكن اعمل باك من هنا او ممكن ادوس كنتيور زيت او انا عايز اغطي الصوت ده عشان اقدر اتعمل معاه هنزل الصوت كده انا ممكن نزله كمان عشان كده لسه عادي هتلاقي قبل ما نزل الصوت كده ان كان فيه اجزاء فيه مفهاش صوت مفهاش كلام ايه في اي احنا عايزين نقص الاجزاء دي هنعمل ايه قالك اول جزئية دي تغيرها قوي فممكن لو جيت اقصها اا يعني ما طلعهاش بدقة فممكن اعمل زوم على المكان ده من خلال الاتحاج بوده بقدر اعمل بيه زوم على المكان اللي انا شغال عليه يعني لو انا واقف هنا وعملت زوم هتلاقيه زوم لك على المكان اللي انت واقف عليه فانا عايز اجع تاني وقت اجع على الاول مثلا ممكن اجي من هنا واقف على الاول خالص واعمل زوم واقص الغاية هنا. طيب انا عايز اقص الغاية هنا في اسلوب من اتنين. يا اي ما توقف هنا وتقطع الفيديو بتاعك وتعلم على المقطع اللي انت قطعته ده وتدوس قبل ما تدوس خد بالك ان انت لو قفت هنا ولا هتحس ان انت وقفت حاجة تعلونا يا جاعتين. ولا كأنه تقطع اي حاجة فهو دي ميزة كامتازية بصراحة انه مش هيعمل لك فواصل زي الموفي ميكر والحاجات دي. فانا لو علمت هنا ودوست اللي مساحة الجزئية دي. تعالوا نمسح الجزئية التانية باسلوب مختلف. ان انا هاقف هنا. لو عايز اتأكد ان انا واقف على نهاية الكلام. خلاص انا حددت المكان اللي اقف عليه. ممكن اعلم على الجزئية دي كده. بغاية هنا. وعايز امسح الكلام ده. فممكن ادوس ديليت من الكيبورد. فكده مسحته باسلوب احسن. وكمان ما قطع لي يعني اسرع. وما قطعتش في الفيديو خليت عندي فيديو واحد. يبقى انا لو كنت عملت كونتيور زيد كده. واقفت على الفيديو في الاول خالص زي ما احنا كنا شايفينه. فممكن بكل سرعة ان انا اعمله كده. ديليت. وممكن حتى نقف هنا انا اخد دي. عشان تبان ان هو مش هاخد دي كده. شايف ما اطعليش في الفيديو بتاعي. اعمل لك نقطة بس هنا. عشان الاوديو اه اتعادل. ولو اقفت هنا. ودست دليت. لو مش عايز تهاجع على الكيبورد على فكرة انا بعمل حاجة احسن. ان انا بعلم هنا. انا عايزين ان اخد دي بس عشان كدير. بعلم على اه بعلم على ده كده. وبعدوس كطن هنا على اساس ابقى شغيل كله من الكيبورد. كويس. اه في واحد قال لك اه اللي حصل معك من شوية ده. لما انت طلعت بالمؤشر ده من الاتنين دول. هناجع به تاني ازاي يحطه هنا. مش معقول هفضل اه يعني احاول هو انت لو وقفت به هيبقى سهل قوي ان هو يقف معك كده. ولكن فيه طريقة اسهل ان انت تدوس دول كليك في اي حتة هتلاقيهم تجمعهم مع بعض تاني. فلو في اي لحظة فقط اه المؤشر ده طلع من هنا ممكن تدوس دول كليك على المكان اللي هو واقف فيه او في اي مكان تاني وهو هي هجعلك يقف مكانه. انا اه هجعت بكونتور زد على فكرة عشان عايز اخلي دي معي. هحتاجها دلوقتي. اهوان خلصت تعديل دلوقتي على محتويات الفيديو بتاعي. ممكن اجي من هنا. وكان المفرود اعمل الخطوة دي بدأي شوية عشان لو كان اطعكم. اهفقد كل الشغل بتاعي. انا لو كنت اه اه درست سيف برويكت اس من الاول. وقلت له سيفهولي موبي وان. على الديسكتوب. اقول سيف. هتلاقي موبي وان نزلك اهو. طيب اه انا دلوقتي لو عايز اعمل بروديوس للفيديو اللي احنا اتكلمنا عليه ده. هدوس هنا. الاختيار اللي انا اختاره دايما هو الاتش دي. هيطلع لك. لو رفعت الفيديو بتاعك على اليوتيوب هيشتغل معك بغاية 720. ممكن تخطير الاختيار بتاع الويب هيطلعه لك بمساح اقل بس الجودة هتبقى اقل. ممكن دي ممكن نستخدمها قدام شوية لما تبقى تصاحب البينامج ده شوية. فان اختاره دلوقتي اتش دي. وهقول نيكست. خط بالك ان هو في نفس مكان البروجيكت ما ان تم سيفه. هو هيحاول يقول لك هو ده الديفلت فليس اللي انا هحطه فيه الموبي اللي انا عملي. فهقول له فنش. هتلاقيه هياخد بعض الوقت طبعا على حسب جودة الفيديو اللي انت طالبها هيبدأ يحمل. طبعا انا يا جماعة مش من النوع اللي بيخش يمسك كل حتة في بينامج ويقول لك هيا دي بتعمل ايه? يعني اخش على قيمة فايل واقول لك نيو برويجكت دي هتعمل لك مشروع جديد. اوبن برويجكت اسمه على طول ازاي هيستخدم البينامج. عشان كده انا محبيتش اقول الكلام اللي ملوش لازمة ده في الاول ولكن حبينا نخش على طول جوار البينامج ونبدأ نشتغل عليه عشان هو ده اللي هيعلمنا البينامج. شدة اللي هو امل herاقارك تلسÜ شكرا موسيقا